موسيقى الاهلي بطل السوبر الافريقي للمرة السابعة بعد تغلبه على الشقيق المغربي نهضة بركان حامل لقب البطولة الكونفدرالية بهدفين دون رد بتوقيع هدف الفريق محمد شريف والقناص صلاح محسن في شوط المباراة الثاني موسيقى الفوز الثمين لأبناء قلعة الجزيرة رفع رصيدهم من البطولات القرية إلى رقم 22 لينفرد بعيدا عن كل أندية إفريقيا في عدد البطولات القرية ويبتعد أيضا عن المارد اللاتيني بوكا جونيورز والعملاق الكتالوني بارشلونة والبيج ميلين في عدد الألقاب القرية ويقلص الفارقة مع ريال مدريد الإسباني الذي يملك في جعبته 26 لقبا قرية موسيقى نجاح الأهل الكبير تحت قيادة المدرب العبقري بيتسو موسيماني خلال الفترة الأخيرة بعد أن حصد لقب دور أبطال إفريقيا ثم الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية على حساب بطل لبرتادوريس بالميراس ثم التتويج بالسوبر الإفريقي وضعه دون منافس حقيقي داخل القارة السمراء وهو الذي قطع مشوارا طويلا في منافسات نسخة دور أبطال إفريقيا الحالية حيث يلعب أمام الترجي في الدور نصف النهائي موسيقى الأهل وعشاقه لا يشبعون أبدا من زيادة غلة الألقاب المحلية والقارية حيث يتعين على رفاق الحارس الدولي محمد الشناوي بعد الانتهاء من المهمة الإفريقية أمام الترجي التفرغ لحسم لقب الدوري المشتعل جدا والذي يحمل لقبه بالطبع المارد الأحمر موسيقى مرة تانية بنقول مبروك علينا جميعا مبروك لكل أهلاوي في كل مكاننا في العالم من برح كان يوم يعني فرحة فيه كان يوم فيه سعادة كان يوم فيه فخر زي ما احنا بنقول احنا كنا سعداء جدا بكمان المباراة الأداء طبعا الشوت التاني تحديدا كان أفضل بكتير خلينا نروح ونحلل ونشوف كمان الكواليس مع كابتن يعني إبراهيم عبدالسامد وهو من رموز النادي الأهل احنا سعداء جدا أنه هو معنا صباح الفلة على الحديثة الكافر صباح الفلة عليكم ده أنا اللي أسعد بوجودكم مبروك وصلنا لـ 22 لقب قري وأكيد الموضوع ده أكيد حيبقى لهم عكسات كتيرة جدا لفترة اللي جاية وحتى تسويقيا أكيد الموضوع ده مفيد النادي الأهلي دايما بيشرفنا في البطولات الأفريقية والعالمية الحقيقة أداء فني أكثر من رائع على مدار الشرطين صحيح الشرط الأولاني كنا أقل فنيا شوية إنما الشرط التاني نظرا للتغيرات الفنية اللي عملها مسيماني طبعا مش معنى إن إحنا غير راس إبراهيم وآيمن إن هم كانوا في مستوى قليل إنما في المتشات دي لازم ينحظر واجب واخدوا إنذار أولاني والمتشات دي ما نستحملش فيها نخسر أي العين والتغير كان موفق جدا أولا علي معلول رجع بعد غيبة طويلة ودي من مكاسب المباراة الحقيقة جابها الشمال بوجوده بقت مسمرة جدا وغنية جدا بما يتمتع به من خبرات وإمكانيات فنية ممتازة رامر ربيع الحقيقة نزوله في الفترة الشرط التاني الحقيقة كان موجوده متميز جدا وأضاف من خط الدفاع زايد ما هو كان متمارس مع ياسر إنما رامر ربيع أضاف له أولا منعنا الإنذار التاني عن ياسر وعن أيمن وأداء رامي وعلي معلول الحقيقة كان موفق جدا التغيرات كلها في الشرط التاني حتى صلاح محسن في نزوله بيضيف الفارق لنادي الأهل برغم أنه ما بيشتركش الفترات كتير في المتشات الأخيانية إنما مع نزوله بيضيف ناحية فنية أولا بيشيل العبقة عن محمد شريف وبالتالي بيبقى الرقابة عليهم هما الاتنين ما بيقدرواش المدافعين ما بيقدرواش رقبوا الاتنين وبالتالي بيديهم فرص التسجيل وبالتالي محمد شريف كان عنده مساحات وسعة للتسجيل قدر يسجله صلاح برضه قدر يسجله وجوده كان مؤثر جدا نادي الأهلي دايما بيمتعنا وبيمتع جمهوره في كل العالم العربي وفي مصر وبطولة ممتازة يضيفها لسجل البطولات واحنا بنطالب دلوقتي احنا طمعين شوية بنطالب بالبطولة الخامسة السنية دي ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله الخمسية تبقى مطالب الأهلوية لا تنتهي الموضوع ده ملفت بالنظر جدا لا احنا احنا متعودين عنها ولا نكتفل شعور بالامتلاق او الاكتفاء ده بشوارد عند مشجيع النادي عندنا من الصغر وانا يعني اتربط في النادي الأهلي سواء لاعب او مدرب او رئيس البطاعة الناشئين المركز الاول هو الهدف صحيح واحنا بندخله في عقول ولادنا الصغرين من بدري نمرة اتنين مش عندنا ملهاش اي مكافأته وبالتالي الناشئ بيطلع من النادي الأهلي متمارس متمارس اولا على الضغوط زائد طبعا الاجهزة الفنية بتساعد على ازالة هذه الضغوط والحقيقة ان هنا انا عايز اقف في نقطة جميلة جدا للكابتن محمود الخطيب الحقيقة كابتن محمود الخطيب في الاوقات الصعبة بتلاقيه دايما حاضر طبع يعني ماتش جنوب افريقيا سانداوز مهم جدا ان احنا نتخطرها عشان نوصل لدول الاربعة كان حاضر ومصرر انه هو رئيس البيعسة مع انه ما بيطلعش رئيس البيعسة كتير انما في الاوقات الصعبة وشه حلو كمان كاتين فراهيم بجد لا اللعيبة لما بتلاقي رئيس النادي بما ليه من خبرات اولا فنية وبعدين بما اكتسبه من خبرات ادريه على مارس سنين فوسطيهم دي اكبر حافز للعيب انه يطلع اكتر ما عنده فالفندق بتاع الاقامة المسئولين الافرقة طلبوا منه انه يخرج برية الفقاعة ويبقى في فندق اخر نظرا لان اقصار البيعسة بيبقى ليهم وضع خاص رفض واثروا انه يبقى جوه اللعيبة اللعيبة بقى لما بيلاقي رئيس النادي معاه في المحاضرات في التدريب اظن اكبر حافز للعيبة انهم يقدموا احسن ما عنده وبالتالي لما هما بيستلموا الميديليات بقى في الاخر كل اللعيبة عملوا ايه مشهد الجميل الاول مرة يحسن يعني محصلش قبل كده في اي بكات في العالم ده اعترف زي ما بنقول رد جميل يمكن احنا قولنا الكلام ده وزي ما حضرتكم شايفين يعني دي كانت لقطات حية للبعثة داخل الفندو هو موجود معهم لحظة يعني النزول من المطار لغاية لما رجعوا مرة تانية وسفر ووصلوا القاهرة حاجة اكيد محترمة جدا خلينا نروح بقى محضرتك انا وكريم كابتن ابراهيم لشوية فنيات لان يعني نهدت بركان احنا كنا اتكلمنا قبل المطشو قلنا ان هو ليس بالمستوى اللي كسب به الكنفدرالية رغم ان بعض اللعيبة تقريبا هما هما يعني ولكن لو هنتكلم عن مدير الفني بن علي هو كان عنده برضو مشكلة لان احنا منتكلم ان الفريق بتاعه يمكن ملعبش بالشكل السليم امام الاهلي وده برضو اكيد يعني لمصلحتنا احنا منتكلم ان تريبا نص الفريق كمان فوق 30 سنة فالقوة البدنية عندهم مش القوة اللي بتحتاج تاكتك معين يعني هو مثلا لعب مبارح باربعة تلاثة اتنين واحد احنا رجعنا مرة تانية لاربعة تلاثة واحد وما قررناش اربعة واحد اربعة واحد اللي لعبناه في المباراة الاخيرة فيمكن برضو كان فيه فارق كبير جدا فني عنه سوى المديرين الفنيين والخطط او القول الخططية يعني الحقيقة المسيبانية تعامل مع المباراة بحونك شديدة الحقيقة بذكاء فعلا بذكاء الشروط الاولاني ليه ما عجبش الجمهور وما عجبناش وما عجبش حيحد اتطرناهم انهم يبزلوا مجهود اكتر من المعتادة بذكاء ابتدنا نعتمد على الكورة الطويلة بالتالي ابتدوا يعملوا تحملات صرعة كتير قوي سواء في خط الدفاع او في خط النص وبالداني ارهقناهم بدنيا المعلومات اللي جاينا قبل المباراة ان نهضة بركان بيحتل المركز العاشر وان اعمارهم كبيرة وان وان النادي الاهلي ما بيبصش لكل القصة دي النادي الاهلي بيدي للخصوم كل الاحترام كل الاعتبرات بيلعب الماتشات بالقوة اللي تؤهله انه هو يفوز بالمباراة وبالتالي احنا بدنيا وفنيا ارهقناهم ارهقناهم بالتحملات الصرعة كتير قوي اضطرناهم يعملوها وكان فيه عبء كتير على محمد الشريف الحقيقة انه هو بيتحمل المجهود بس السن الصغرية ادري انه يتحمل وبالتالي الشرط التاني كان اكثر من الشرط التاني لما رجع النادي الاهلي لطريقته المعهودة بنقله الكراته باحتلال المساحات الخالية اللي في الخصوم اللي وراء الدفاعات بتاعت الخصوم ادرينا نستغل الصغرات ومحمد الشريف بخبراته اللي اكتسب على الحقيقة من اللعيبة الاجفات وانا دايما اقول ويمكن فقنات الاهلي بالذات انا قلت محمد الشريف لو خاد الفرصة حيبقى من احسن رؤوس الحربة اللي في مصر سواء مع النادي الاهلي ومع المنتخب وبالتالي التغريات كمان اللي عملها موسيماني في الشرط التاني كان لها اثر ايجابي جدا ان احنا نطلع بالنتيجة دي اكثر من ايجابية واكثر من نجاح اولا علي معلول يرجع رمي ربيعة رجع لمستوى جدا حمدي فتح الرجع من اصابة وابتدنا نطمن عليه ان الناس اللي كان عندها اصابات ابتدت ترجع وابتدنا الكشف بتاع المستشفى ابتدى يخف وابتدى اللعيبة اللي كانت بتؤهل ابتدوا يرجعوا اللي وصفوا النادي الاهلي لان برضو النادي الاهلي عنده انتزامات من اول ما نزل من الطيارة خلاص اتقافلت صفحة افريق ابتدت تفتح صفحة الدوري وكاس مصر واحنا مطالبين مطالبين احنا دايما احنا بنقول في الافتتاحية مع حضراتكم احنا بنشبعش بطولات وبالتالي بطولة كاس مصر مع امبي الاسبوع اللي جاي وبتدى نستعد للدوي المحلي عشان نقضى الماتشات المتأجلة ان شاء الله بإذن ده نقضى نعبرها بنجاح ونبتدى نحتل المكان اللي لقى بنا في جدول الدور وبرضو حقيقة يعني جديد بالذكر برضو من ضمن الاسماء اللعيبة اللي كان لديهم ان يعني ايدي بيضاء على المباراة دي صلاح محسن كالعيب سريع وتحركاته لفرهاضة برضو نهضة بركان الى حد كبير انا بس عايزة استأذر حضرتك كابتن ابراهيم نطلع كده نشوف مع حضرتك تقرير نتعرف من خلاله على رأي الجماهير في اداة النادي الاهلي وفيما تم مع تحقيقه من انجازات ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك موسيقى 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 فالحمد لله بنشكر فريق النهاردة كان في قمة تركيز والحمد لله أه يمكن الشرط الأولين مكناش على المستوى المطلوب بس الحمد لله أداء نتحصلين في الشرط التاني والحمد لله كسبنا وكاسي سوبر أهلاوي المرة السابعة الحمد لله في التاريخ الأداء ممتاز جدا في الشرط التاني وخصوصا في الشرط التاني محمد شريف أمتعنا وصلاح محسن أمتعنا وكورة جميلة وفرحة جميلة والختام بتاعها جميل جدا مع كابتن بيبو طبعا يعني صراحة لفتة جميلة 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 فرحونا والله وأمتعونا أداء اللعبة كان حلو وعوي بس هو الشوت الأولاني كان الأداء متوسط المستوى والحمد لله إن الشوت التاني بدأ كان أكيد فيه تعليمات في الشوت التاني من الموسماني بتغيير خطة اللعب تماما وابتدى الشوت التاني الأهل يمسك زبام الأمور والحمد لله كان الأفضلية لنا الحمد لله كان بطولي ورجولة بس يعني لو نبطل اللعب الطولي ده ونبدأ نلعب من رجل لرجل زي الأول هنوصل ونجيب يجوان أكتر يحن النهاردة كنا ممكن نكسب 3 و 4 لو بدأناها صح بس إحنا الشوت الثاني الحمد لله تفوقنا وركزناك والحمد لله كسبنا سمعنا وتمعنا مع حضراتكم تعليقات لمشاهدي هدي المباراة وجماهير النادي الأهلي العريضة في كل مكان ورأيهم ورؤيتهم حول هذه المباراة من ضمن الكلامة اللي تقال فيها ودي برضو نقطة نحوز نرجع على حضرتك فيها برضو ملاحظات كتير من الجماهير بس مش بس على ماتش الأخراني ماتش نهض البركان بشكل عام في الفترة الأخيرة بقى فيه من ضمن الملاحظات أن النادي الأهلي لا يسجل في الشوت الأول ودائما التسجيل بييجي في الشوت التالي بقالها فترة فعلا يعني طبعا هنروح لحضرتك في الناحية التحليلية دي ولكن أنا عايزة أروح معاك كريم لمشهد اللي شفت ناس كتير جدا كانوا موجودين ومن مجلس الإدارة شفت أنا الصور وجمهور الأهلي والأعضاء وموجودين من بدري علشان المشهد والشاشة ويتفرجوا هنا في التتش على المباراة ودي الروح اللي كانت حلوة يعني الواحد بفعلا لو كان يقدر كمان يحضر في النادي روح مختلف أحلى مشاهدة في النادي الموضوع مختلف يعني كأنك في الملعب صحيح الأعضاء بتاع النادي الأهلي بيكون منتشغين من بدري قوي أولا كذا شاشة عاملها النادي الأهلي شاشة كبيرة في المسط النادي وفيه شاشات فرعية صغيرة فرعية ما بتلاقيش مكان ما بتلاقيش مكان فأبروه النادي الأهلي وأعضاؤه الحقيقة كأنهم كأنهم موجودين في الملعب مع اللعبة بتلاقي الصحيحات كأنهم موجودين في المدارب طبعا عايتون بس نرجع مع حدك بقى للتفصيلة بتاعة عدم التهديف في الشروط الأول ودي يعني كتير من الإحصائيات حتى في الفترة الأخيرة أكدتها والموضوع ده ابتدى يكون ملفت للنظر هو يستحق إن يكون ملفت للنظر ولا عادي ووارد لا هو غالبا الفرق اللي بتلعب قدام النادي الأهلي بتركز على الناحية الدفعية في البداية وبالتالي بنلاقي صعوبات نظرا للكسافة العددية اللي بتبقى موجودة في النص اللي احنا بنهاجر فيه فبالتالي بتلاقي صعوبات كثيرة إنما مع قلة البدنية الناحية البدنية عند الفرق المنافسة وبالتالي بنقدر نتغلب على هذه الصعوبات زائد إن الأطراف اللي عندنا الأطراف اللي عندنا جيدة جداً وكتقدر تمد المهاجمين بكورة عرضية أكتر من سواء محمد هاني من ناحية الشمالة أو أيمان لما بيلعب أو علي معلوم لما بيلعب كلهم بيجيدوا الكرات العرضية زائد إن إحنا في الكرات السابتة بنستعين برد بنون في الكرات السابتة بنستعين بياسة في الكرات السابتة بنستعين برد بنون في الكرات السابتة بتبقى لها أكثر من مردود فني على المباراة مش شرط إن إحنا ما نسجلش مش شرط إن إحنا ما نسجلش في الشوط الأولاني إنما بنلاقي صعوبات قليلة نظراً لإن المدافعين بكساف عادية لما بنسجل تبتدي بتبتدي الصغارات تنفتح وتبتدي الخطوط بتاعت الفرق اللي إحنا بنلعبها تطبعها بنبتدي نستغل الصغارات اللي موجودة لما عايزين يعوضوا الأهداف اللي بتدخل فيهم وبتلاقي الصغارات تفتحت والمساحات تبتدي تبقى متاحة للمهاجمين أو خط نص التعالي مناظراً لما تمتع بيه اللعيبة كلهم سواء اللعيبة الأساسية مش عايز أقول لعيبة أساسية وإحتياطية كلهم على درجة عالية من الكفاءة إنما أي حد بينزل بديل بيقدر يقدر يقدر نفس الدور اللي بيقدموا اللعيب الأساسي اللي لها في الشرط الأولاني وبالتالي ما بنلاقيش الناحية الفنية قلت في النادي الأهلي بعكس الفرقة التانية البدائل بتبقى قليلة فنية وبالتالي لما حد بيطلع وبديل بينزل بتلاقي فيه انخفاض في المستوى الفني ده اللي بنقدر نستغله في الشرط التانية زي ما حضرتك بتقول نحنا الشرط التانية دايما بنسجل نظراً إن إحنا عندنا البدائل الكافية لنها تقدر تأدي الناحية الفنية بأكثر من مهارة طيب كابتن إبراهيم برضو خليني أروح من حضرتك وحاخد من كلامك إن إحنا برضو البعض ممكن يفكر أو حضرتك برضو تشوف هل الأمثل مثلاً نقول إن مسلماني فعلاً يعتمر على بعض اللعيبة الغير أساسية خلينا نقول في ماتشاط الكاس عشان نقلل ضغط مثلاً على اللعيبة يعني شفنا مثلاً أفشف الماتش الأخير كان بصراحة أكثر من رائع يعني أداء رائع هو دايماً أفشف كل ماتش بس حصل عنده إصابة خفيفة ربما يستطيع إن هو يعود مرة تانية وربما لسه حيبان التقرير التبي ولكن هل إحنا بنتكلم عشان نريح بعض اللعيبة برضو هل ممكن الاعتماد على اللعيبة الغير أساسية خاصة إن أي حد بنتمي النادي الأهلي أساسي أو غير أساسي هو أكيد كفء زي ما إحنا كنا بنقول هو إجباري موسيماني لازم يعمل تبديل أه تقليل الضبط الشديد إجباري مش أولاً نظراً لتأجيلات المباريات الكتيرة نظراً لأنه مرتبط بأكثر من بطولة مرتبط بدور محلي وكاس وبطول الأفريقي والصبر المحلي والصبر الأفريقي وصفر غريح جاي فبالتالي فيه إرهاق بدني كبير جداً على اللعيبة وبالتالي لازم يعمل إحلال وتجديد في كل المراكز مش في كل المراكز في كل وقت إنما بيديهم راحات في وقت معينة يعني فيه لعيبة بينزلهم مثلاً آخر ربع ساعة آخر تلت ساعة عشان يجهزهم للماتشات اللي جاي يعني حمد فتح نزله في آخر تلت ساعة عشان يدورك يرجع من الإصابة لازم يأهله ويستعد للماتشات اللي جاي عشان هيعتمد عليه بصورة أساسية في الماتشات اللي جاي وبالتالي لازم إحلال وتجديد في وسط الملعب مش معنى إن إحنا هنلعب بمجموعة اللي بتقعد على الدكة اسمهم احتياطي لا مش احتياطي دول أساسيين بس مستنين الفرصة المناسبة أم مجدي أفشى الحقيقة بعقب على كلام حضرتك مجدي أفشى الحقيقة بيقدم مستوى أكثر من ممتاز من ساعة ما جاء نادي الأفشى صحيح هو دايماً بيعرف يوجد لنفسه مساحة جافة ليأخذ فيها دستلم الكورة ويسلمها بشكل مصبوع ما بيغناطش صحيح ما بيغناطش وبعدين عنده صبر عنده صبر كتير جداً في تنمية الكورة يعني بيتأنى إنه يدي للعيب المناسب في المكان المناسب وبالتالي التنمية الأسست كلها للمهاجمين كلها مؤثرة في أكثر من لاعب في نصر الملعب لسه ما خدوش الفلسة يعني ناصر لسه ما خدش الفلسة ناصر مهر من اللعيبة التوال جداً برس بص من أحسن اللعيبة اللي في مصر لو ابتدى يعود لللياقة الفنية من أحسن اللعيبة اللي في مصر هو كان مع سموحة هو من السبب الرئيسي إن خلا نادي سموحة بيحتل المراكز اللي في المقدمة لما ما بقاش موجود سموحة بيقدي بطريقة جيدة جداً مع أحمد سامي السنة دي إن مناصر في وسط الملعب من أحسن اللعيبة اللي في مصر وافتكروا كلامي لو خد الفرصة خد الوقت المناسب مش هيتشال ولا من النادي الأهلي ولا من الإرومبي ولا من المنتخب فبأكد لحضرتك مش حكاية احتياطي وأساسي لا كل اللعيبة بيستنوا الفرصة وإحنا عندنا ميزة في النادي الأهلي عندنا صبر كبير أوي في اللعيبة اللي ما تاخدش فرص كتيرة بيتمرنوا كأنهم حيلعبوا الماتش اللي جاي وبالتالي هم مستنين اللحظة المناسبة أنهم ينزلوا عشان يثبتوا قدراتهم ويثبتوا المسلماني أنهم على قدر المسئولية أنهم يقدروا يقدروا زي اللعيبة اللي بيعتبرهم أساسيين نتابع تقرير سريع جداً رسائل الجماهير النادي الأهلي للفريق ونرجع نكمل موسيقى موسيقى قبل ما لا أوجه رسالة للفريق أوجه رسالة لكابتن محمود الخطيب لأنه عمل سبورت للفريق بشكل واضح بعد قد هذا كان واضح اللعيبة راحت وتوجهت ليه وأهدوا الميدانيات فإذن الالتزام كان من رئيس النادي أولاً نشكره جداً على اهتمامه بلاعبة كرة القدم وتحقيق الإنجازات بالنسبة للنادي واللعيبة الحقيقة اشتغلوا كويس وحافظوا على اسم النادي الأهلي وسمة النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله كاسو سوبر ده يبقى دفع علينا بإذن رفل بمرحلة الجاية خاصة أننا دخلين على سيمي فاينال البطولة أفريقية دور أبطال أفريقيا مع الترجي فإن شاء الله يا رب ديت تبقى دفع حلوة ويبقى كاسو سوبر وشو حلو علينا في دور أبطال أفريقيا المرة العشرة بإذن الله والله يبقى لهم أنت رجالة وشرفتونا ودعها دينا مع الأهلي وبعداً ده احنا الأهلي يا جماعة الأهلي ده ما يعني رقم واحد في كل حاجة والفرق بيننا وبين الأندية التانية يعني شاسع جداً فألف مبروك ولو إن ده مش جديد علينا يعني الفوز ده بالنسبة لنا مش جديد علينا لكن فرحونا وأسعدونا ورفعوا مروحنا المعنوية ومقول لهم ألف مبروك ومبروك للكابتين بيبو وإحنا سعيدنا جداً باللقطة أن الجميع اللاعبية كرمت هو يستحق التقريم بصراحة فأنا بهنيه وبهني مجلس الإدارة وبهني الأعضاء وبهني اللاعبين وإن شاء الله مزيد من التقدم ومزيد من البطولات وربنا يصل الحالهم جميعاً إن شاء الله والله أنا ببريك لهم على اللعب الجميل دوت طبعاً الأهلي معروف دايماً يعني بلعبه ومستواهه ومبروك للأهلي وأعداء الأهلي والخطيب وألف ألف مبروك للأهلي كان حالو وبحاية كابتن بيبو أول حاجة المفروض وإن شاء الله نحقها بطولات كتيرة وإن شاء الله بقول لبطولات تباف الأهلي عاودة مرة تانية عشان نستكمل كلامنا مع كابتن براهيم اللي منور الدنيا بحلقتنا النهاردة وعايزين نتكلم بقى مع حداك في عجالة كده عن اللي جاي إحنا عندنا مطشين إفريقياً في منتهى الأهمية مع الترجي سواء في رادس أو في القاهرة والترجي برضو من الفرق التقيلة اللي ليها وزنها واللي ليها برضو يعني ثقالها فحداك شايف الوضع إزاي في المطشين دول لا زي ما قلنا في بداية الحلقة النادي الأهلي أولا الفرق التمانية اللي طلعوا عبر التمانية في طول أفريقها كلهم أقوى ما فيش حد فيهم قليل وبالتالي النادي الأهلي بيدي زي ما احنا قلنا بيدي الفرق اللي بيلعبها كل احترام وكل تقضيش وبالتالي حينزل بكل قوته قدام الترجي الحقيقة من الفرق اللي بتقدم مستوى جيد جدا سواء في الدوري المحلي أو الفقر وبالتالي الفترة اللي جاية النادي الأهلي متخم برضو بالماتشات الكاس المحلي والدوي المحلي وهيبقى فيه طبعا كل ثلاثة أيام ماتشة هنبقى زي ما وبالتالي لازم عملية التدوير تبقى الناس اللي بعيدة شوية اللي بعيدة شوية اللي جاية من الإصابات لازم يديها فترات كافية بحيث يقدر يدي اللعيبة اللي خدوا الماتشات الأخانية فترة كافية من الراحة بحيث يبقوا مؤهلين جدا لمقابل الترجي الترجي ده من الفرق القوية جدا والمنافسات معنا على مدار السنين دايما المنافسة مع الفرق العربية بتبقى فيها حدة شوية وفيها حماس شوية وبالتالي لازم نديها يعني مكانتها وندي اللعيبة اللي احنا اعتمد عليهم بشكل أساسي في الفترات الأفريقية الراحة الكافية بحيث يبقوا مؤهلين فنيا وبدنيا أنهم يقدروا يحققون بإنشاء الله بإذن الله بتود الأفريق للمرة إن شاء الله بإذن الله العاشر كابتن إبراهيم مبروك علينا مرة تانية ويا رب دايما كده الأهلي يكون مصدر سعادة لكل الأهلوية في كل مكان في العالم وإحنا هنا من خلال طبعا قناة الأهلي نكون اللي بننقل لحضراتكو ده واللي بننقل الكواليس والتغطية المستمرة الأكيد كلنا حرستين عليها من أكبر حد في القناة الأصغر حد يعني مرسلنا في كل مكان يارب دايما كده ننقل الأخبار الحلوة والبطولات وزي ما حضرتك قلت إحنا دايما متعطشين يعني متعطشين ليه اللي جاي نورتنا كابتن إبراهيم ومرة تانية بس عايزين نقول ليه مساء النصر طيب؟ مش يا مساء النصر دلغاية دلغاية إن شاء الله اللي جاي اللي جاي بصباح النصر إن شاء الله بزيناه دايما إن شاء الله النادي الأهلي بيرتقي بلعبته مجلس إدارته وتحية ليهم لمجلس الإدارة واللعابة والجهاز الفني والإداري بيبسطوا جمهورنا وبيبسطوا الشعب العربي كله بالبطولات اللي بيحققواها وتمنياتي دايما بدرام التوفيق والنجاح يا رب العالمين مليون مبروك يا أهلوية في كل مكان وإن شاء الله الفترة الجاية نبتدي معكم كتير من الحلقات اللي جاية بدون الصباح النصر صباح الكل عليكم